اشتركوا في القناة ومشمسة على المناطق الغربية السواحل والداخلية الغربية أجواء غائمة من حين إلى آخر سحب من النوع العالي لكن دون فعالية على المناطق الوسطى والشرقية بالإضافة إلى شمال الصحراء والوحات والمناطق الجنوبية الغربية بعض الأمطار التي ستميز ولاية أدرار بحول الله تعالى بالإضافة إلى جنوب ولاية بشار أيضا تقريبا بعض السحب الكثيفة العابرة على أقصى الجنوب والمناطق الجنوبية الشرقية في الفترة المسائية نتوقع بحول الله تعالى أجواء غائمة على المناطق الوسطى والشرقية مع بعض الأمطار على الأوراس أيضاً ولاية خنشلة ولاية باتنة وولاية تبسة بالإضافة إلى جنوب سوق هراس أيضاً بعض الأمطار على ولاية أملة بواقي أيضاً أجواء صافية ومشمسة على المناطق الغربية في الفترة المسائية أجواء غائمة على شمال الصحراء والواحات المناطق أيضاً الصحراوية ككل بحول الله تعالى أجواء ستكون غائمة مع بعض الأمطار على ولاية غردايا وشمال ولاية أدرار المناطق الجنوبية الغربية ستكون الأجواء صافية ومشمسة خلال المساء وصافية خلال الفترة الليلية درجات الحرارة متبينة كرام ليوم الخميس 17 من شهر أكتوبر حيث نتوقع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 35 درجة على ولاية أدرار ولاية تندوف 34 درجة على تمرست 30 درجة على ولاية إليزي ومرتفعة الهوغار والتصيلي 30 درجة على ولاية ورقلة إلى غاية تقرت 28 درجة على ولاية بشار وغردايا 26 درجة على الجلفة الأغواط البيض بالإضافة إلى ولاية النعامة 27 درجة على ولاية المسيلة 28 درجة على ولاية بسكرة 24 درجة على الدواخل الشرقية قسنطينة قلمة سقهراس ميلا بالإضافة إلى الأولاس وولاية باتنا من البواقي بالإضافة إلى الخنش لولاية تبسة أيضا السواحل الشرقية سنستجل 26 درجة أجواء تقريبا منعشة أيضا على ولاية الطارف عنابس كيكدا بالإضافة إلى جيجي الولاية بيجاية إلى غاية زيوزو تقريبا 22 إلى 24 درجة على الجزاء العاصمة بومرداز وأيضا ولاية البوليدة البويرة بالإضافة إلى سطيف برج بورريج الهضابة العليا أيضا ولاية تقريبا نمدية تنسي مسيلة 5 مليانة أيضا ولاية الشلف عين الدفلة وأيضا المقياس 24 درجة على السواحل الغربية وهران العينة وشرينة الأمسان وأيضا ولاية السعيدة سيدي بالعباس وأيضا ولاية تيارة أيضا متابعين الكرام تقريبا ولاية أمل بواقي سنسجل ما يقارب 24 درجة كما قلنا سابقا الرياح متابعين الكرام ستكون في الموعد على المناطق الصحراوية وسط الصحراء ولاية أدرار وولاية غردية ما يؤدي لتطاير لبعض الرمال أيضا على ولاية تمراصة وولاية إيزي البحر سيكون هادئة على المناطق الشرقية الوسطى والغربية كل السلامة نتمنى للجميع ولكل الصيادين الصيد الوفير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته